منح المركز العربي للإعلام السياحي الجهة المنظمة والمانحة لجواز أوسكار الإعلام السياحي منح معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة جائزة شخصية التراث العربي للعام 2019 وذلك تقديرا لدورها الكبير في تعزيز العلاقة التكاملية بين قطاعي الثقافة والسياحة وتأسيس بنا تحتية للثقافة من أجل التنمية المستدامة ولحضورها الدولي الذي يسهم في تعزيز الدور الثقافي البحرني على خريطة الثقافة الدولية بالإضافة إلى دورها البارز في حماية وإبراز التراث الثقافي والإنساني واستثماره كعنصر جذب سياحي يعكس الهوية الوطنية عندما نؤمن بشيء ما أيًا كان هذا الشيء فأننا سوف نطير به إلى عينان السماء من أجل تحقيقه وهذا ما فعلته تماماً معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة حيث حزمت حقائبها لتجوب العالم لتخبره عن تاريخ وطنها ذلك التاريخ الذي رسمت ملامحه على جدار الزمن بحبر من ذهب شخصية رائدة في المشهد الثقافي والفني العربي حاصلة على درجة ماجستير في التاريخ السياسي من المملكة المتحدة ولها سبعة مؤلفات في مجال التاريخ قبل ترأسها هيئة البحرين للثقافة والآثار منذ عام 2015 شغلت معاليها منذ عام 2008 منصب وزيرة الثقافة والإعلام ومن ثم منصب وزيرة الثقافة البحرينية وقبل العمل الرسمي أسست معالي الشيخة مي عام 2002 مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث الذي تميز منذ تأسيسه بنوعية النشاط الثقافي والحفاظ على التراث العمراني البحريني كما أطلقت في سبيل ذلك مبادرة الاستثمار في الثقافة والتي ساهمت في بناء شراكة غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص من أجل الحفاظ على التراث ونقلت التجربة للقطاع العام إذ جاء ضمن أبرز ثمارها إنشاء متحف موقع قلعة البحرين وتشهيد مسرح البحرين الوطني الذي يعد من أهم عوامل جذب السياحة الثقافية للمملكة من بين أهم إنجازاتها العديد إدراج مواقع البحرين ضمن لائحة مواقع التراث العالمي لليونيسكو وهي حتى اليوم موقع قلعة البحرين 2005 وموقع طريق اللؤلو 2012 وموقع تلال مداف دلمون 2019 بالإضافة لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لليونيسكو والذي يعمل من البحرين على المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي لكافة الدول العربية تعتبر معالي الشيخ مي قدوة يحتذا بها بالنسبة لمناصري الثقافة والتراث وهي أول منحاز على جائزة كوليبير للإبداع والتراث في عام 2010 كما كرمتها مؤسسة الفكر العربي بجائزة الإبداع الاجتماعي نظير قيادتها المتميزة للعديد من المبادرات الثقافية والسياحية السنوية مثل مهرجان ربيع الثقافة ومهرجان صيف البحرين كما وحصلت الشيخ مي عبر مسيرتها الحافلة على العديد من الأوسمة والجوائز منها جائزة المرأة العربية السنوية لعام 2015 وجائزة واتشورد من الصندوق العالمي للأثار وعدد من الأوسمة من فرنسا والمملكة المغربية وإيطاليا ومملكة البحرين كما أعلنتها منظمة السياحة العالمية سفيرا خاصا لسياحة المستدامة من أجل التنمية بين عامي 2017 و2019 وهنا في مدينة صلالة نحتف اليوم بجهودها الكبيرة في الحفاظ على التراث البحريني والعربي عبر منحها لقب شخصية التراث العربي لعام 2019